بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الثاني من الوحدة الثالثة بعد أن تناولنا في الدرس الأول موضوع توزيع الأرباح والخسائر وقلنا أن هناك ثلاث طرق لتوزيع الأرباح والخسائر نتناول في هذا الدرس طرق توزيع الأرباح والخسائر أولا طريقة توزيع الأرباح والخسائر حسب نسب متفق عليها بين الشركاء وعندما نقول توزيع الأرباح والخسائر حسب نسبة متفق عليها فإن ذلك لا يعني أن تكون بالتساوي أو تكون حسب نسبة تكوين رأس المال فقد تكون نسبة توزيع الأرباح والخسائر بنسبة 1 إلى 2 أو 2 إلى 1 أو 3 إلى 1 أو 1 إلى 3 أو أي نسبة يتفق عليها وعليه فإن توزيع الأرباح والخسائر حسب نسب متفق عليها فقد تكون بالتساوي أو قد تكون حسب نسب تكوين رأس المال أو بأي نسبة يتفق عليها الشركاء وفيما يلي توضيح لهذه الأمور توزيع الأرباح والخسائر بالتساوي مثال نفترض أن شركة زيد وعمر حققت خلال العام 1405 صافي ربح قدره 100 ألف ريال وأن نسبة توزيع الأرباح والخسائر بينهما بالتساوي المطلوب تسجيل قيدة اليومية اللازم لإظهار أثر توزيع الأرباح على سجلات الشركة قيدة اليومية يكون كالآتي الحساب المتاجر والأرباح والخسائر بمبلغ الربح 100 ألف ريال إلى مذكورين حساب جاري الشريك زيد وحساب جاري الشريك عمر 50 ألف ريال 50 ألف ريال لأن نسبة توزيع الأرباح والخسائر بينهما بالتساوي تم توزيعه بالتساوي 50 ألف ريال زيد و50 ألف ريال عمر في حالة الخسارة في حالة أن حققت الشركة خسارة مبلغ 100 ألف ريال يكون قيد اليومية كالآتي من مذكورين 50 ألف ريال جاري الشريك زيد 50 ألف ريال جاري الشريك عمر إلى حساب المتاجر والأرباح والخسائر 100 ألف ريال نلاحظ أن قيدة اليومية في حالة تحقيق الأرباح كان كالآتي من حساب المتاجر والأرباح والخسائر إلى مذكورين جاري الشريك زيد وجاري الشريك عمر أما في حالة الخسارة فيتحمل الشركان هذه الخسارة ويكون حساب جاري الشريك زيد وجاري الشريك عمر مدين بالمبلغ إلى حساب المتاجر والخسائر دائنا بالمبلغ توزيع الأرباح والخسائر حسب نسب تكوين رأس المال فعندما اتفق الشركاء على توزيع الأرباح والخسائر بنسبة رأس المال فإنه يجب أن يراعى ربط رأس المال بمدة الاستثمار فعندما تتغير مدة استثمار رأس مال الشركاء بأن زاد أحدهم رأس ماله أو نقص خلال السنة طبعا باتفاق الشركاء فإن ذلك يجب أن يؤثر على مبلغ الأرباح التي يحصل عليها والخسائر التي يتحملها ولتوضيح ذلك نأخذ المثال التالي أن شركة التضامن يمتلكها زيد وعمر برأس مال مليون ريال يدفع كل منهما 500 ألف ريال ويتم توزيع الأرباح والخسائر بالتساوي حسب نسبة رأس مال كل منهم وهذه الشركة عملت خلال العام 1404 وتم توزيع الأرباح على هذا الأساس أي بنسبة رأس مال كل منهم ولكن في خلال العام 1405 هذه الشركة احتاجت إلى مزيد من التمويل وباتفاق الشركاء أن يزيد زيد رأس ماله بمبلغ 300 ألف ريال وقام بذلك فعلا ودفع المبلغ في 1.5405 هجرية وبنهاية هذا العام حققت الشركة ربح صافي بلغ 180 ألف ريال المطلوب تسجيل قيدة اليومية اللازم لإظهار توزيع هذه الأرباح على سجلات الشركة نلاحظ أنه تمت زيادة رأس المال خلال العام كل شريك دفع 500 ألف ريال في بداية العام ولكن الشريك زاد رأس ماله في 1.5 بمبلغ 300 ألف ريال وبالتالي اختلفت مدة الاتثمار وقبل توزيع الأرباح لابد من حساب نسبة رأس مال كل شريك في الأرباح حسب نصيبه في رأس المال بالنسبة للشريك زيد دفع 500 ألف ريال من بداية العام ومدة اختثماره 12 شهر والمبلغ كامل 500 ألف ريال وزاد رأس ماله في 1.5 بمبلغ 300 ألف ريال ومدة استثمار هذا المبلغ من 1.5 إلى 30.12 ثمانية شهور ويصبح هذا المبلغ 200 ألف ريال وبالنسبة للشريك عمر دفع هذا المبلغ من بداية العام 500 ألف ريال ومدة استثمار هذا المبلغ 12 شهر وبالتالي فيكون المبلغ كامل 500 ألف ريال وعليه يكون مجموع ما تم استثماره من قبل زيد 700 ألف ريال وما تم استثماره من قبل عمر 500 ألف ريال وعليه تكون نسبة توزيع الأرباح والخسائر هي نسبة 7 إلى 5 وبعد أن حددنا هذه النسبة يتم حساب نصيب كل شريك من الأرباح كما يلي النسبة للشريك زيد 180 ألف ريال نسبة 7 على 12 اللي هي 7 زايد 5 105 ألف ريال نصيب الشريك زيد أما الشريك عمر 180 ألف في 5 اللي هي نسبة توزيع الأرباح والخسائر على 12 7 إلى زايد 5 اللي هي 75 ألف ريال وعليه فإن قيدة اليومية يسجل كما يلي من حساب المتاجر والأرباح والخسائر بكامل مبلغ الأرباح والخسائر إلى مذكورين حساب جاري الشريك زيد 105 ألف ريال وحساب جاري الشريك عمر 75 ألف ريال وعند توزيع الأرباح والخسائر بنسب متفق عليها كما قلنا أنه ليس من الضروري أن تكون نسبة توزيع الأرباح والخسائر بالتساعد أو على حسب نسبة رأس المال قد تكون بنسبة متفق عليها بين الشركاء 1 إلى 2 2 إلى 1 2 إلى 3 4 إلى 5 أو أي نسبة يتفق عليها مثال شركة التضامن يمتلكها زيد وعمر حققت خلال السنة المالية 1405 صافي ربح قدره 60 ألف ريال وكانت نسبة توزيع الأرباح والخسائر حسب اتفاق الشركاء بنسبة بل نسبة 2 إلى 1 وعليه يكون قيدة يومية اللازم لإظهار أثر توزيع الأرباح والخسائر كما يلي 60 ألف ريال من حساب المتاجر والباحث والقصائر إلى مذكورين 40 ألف ريال جالي الشريك زيد و20 ألف ريال جالي الشريك عمر أي أن نصيب الشريك زيد 40 ألف ريال من 60 ألف بنسبة 2 إلى 1 وبالنسبة للشريك عمر 20 ألف ريال من حسب النسبة المتفق علي وتم حساب النسبة هذه الأنصبة للشركاء كالآتي نصيب الشريك زيد 60 ألف ريال في نسبة 2 تكسيم 3 40 ألف ريال ونصيب الشريك عمر 60 ألف ريال في نسبة 1 تكسيم 3 اللي هي 20 ألف ريال هذه الثلاثة تمثل مجموع النسبتين 2 إلى 1 أي 2 زايد 1